قضية المسارعة في الخيارات كما ذكرنا نحتاج إلى أن ينتشر النقاش بحل قضية لإتقال نعلها في محاضرة أخرى الأسرة القيام وتحديات القيام والمجتمعات المعاصرة بحل محاضرة دير الوقت بحل محاضرة دير تربية الأولاد المسارعة إلى الخيارات هذا أمر يجب أن ينتشر تداوله بين الناس يجب أن نتنافسه في أحسن رميط وأحسن خامية وأحسن فرصادة وأحسن جديج وأحسن تليفون وأحسن سيارة وأحسن مطور يجب أن نتنافسه في أحسن عمل خيلي أحسن عمل يمكن أن يقربني إلى الله فقط أشير إشارة أبواب المسارعة إلى الخيارات كثيرة جدا لا حسر له لا حسر له وكل واحد يجب أن يسرمه يجب أن يسرمه الله عز وجل أنه هو عمل مسارعة في الخيارات قاسرة على نفسه لا يمكن أن يجب أن يكون ضروري عنده عمل جمالي على الناس وهو كيف يقولك بركة لي على رأس كنقول لهذا فقلك للخير الذي يقربك من الله هذه مسارعة في الخيارات وبغيتي تزير في السرعة للمسارعة في الخيارات كف شروك عن الناس إذا لم تقدرش يعاون الناس كن واحد نوع لم تقدرش يعاون الناس إما الشخصية بأنه ضعيفة ما تخاف كن واحد نوع مثلا الإمام مالك رحمه الله كان يقبل هدايا الخلفاء لا عنده شكا مشكلة لكن لماذا؟ نحسبه ولم تزكيع الله مع مرغبتك بكل القلوب جايا من هنا خارجا من هنا فالإمام مالك رحمه الله فما كاش عنده مشكلة سوفيان ثوري لم سوفيان ثوري كان إماما في الورع كنت يخاف وكيقولون إذا رأيت العالم يتاردد على باب السلطان فاعلموا أنه لس كمش لس ندخل قلبان الفلوس وممكن يقدر دينه على قبل الفلوس هذا هو سوفيان ثوري رحمه الله ميزانه هو فإن الإنسان هو لما يعلمه من نفسه يقدرش يسهل الأعمال الجماعية بر أعمال الفرض للخاص صديق أنت وكف شرك عن الناس فإنه لك عليك صدق المسارعة في الخيرات أداء الفرائض أداء الفرائض الفرائض يفتغل عليكم مع الزوجين والفرائض مفاجرة الصدق على رأسها الصدق لكن مفاجرة الصدق يا رسول الله أي الأعمال خير قال الصدق على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال جهاله في سبيل الله هذه الوصطانية بر الوالدين هذه الربطولة لبعضي جزيكم من اللي كان يكونوا فرحانين حد الشنة وحب دار المسنين ولا دار العجزة الشندينا هذا كراهد الشنة البار دي العقوق الوالدين اللي تفتح في حد الدين طيب أخص نفرحوه أن نقول له أن اللي تغلر بعضي الطور العجزة هذا رهد دير العقوق وندير الشؤون قد قلوا لي واش نسدهم كنقول لك الله في ظل التخلف الذي نعيشه في انتظار أننا ننفقه شيء وأن منظومة الوعي تعود ترجع على الأسس الإسلامية الصحيحة ما نخلوش هذوك الوالدين اللي يدعوهم ذوك شميت ليس أولادهم ليس أجال ليس إعياد ما نخلوش لولدين اللي يدعوهم ذوك شميت ما نخلوش تلاحب الزنخة تدار لهم هذه كدار من أجل الرئالي ويجتهد الناس أنه ما يعطوش فقط لما تجانب المادي يعطوهم حتى الجانب المعنوي بالزيارات ويجلسوا معه ويجلسوا لهم العيالات بشي وما ترد يحممون العيالات مرة في السمان يعوهم كذا والرجال كذلك ومثال الأرجال وهكذا لكن نجتهد في نشر أهمية فريضة بر الوالدين الكلام عن بر الوالدين يقول ونتقلم وما نبغيش نسأل معكم نسأل بحالة شكل هذا لكن الله يجاز يكون يخف القادية لا أبقاش عندي مع الوليد جرنبو بوكس بيرناد انت كفر كذا كذلك لم يقعد عالي مع الوالدين لا لا الموالد يوجد ضيق عني وأيطاق أنه يطاق ضيق عليها لماذا بري ومسك وسمك واحد كان ومسك ونصنع العيور مع الناس ومسك بري صغير يقول كل لن نرى الولدة ونصبرو عليهم ونشار نديلهم الوليد مجدد يشكي عندي ونمعد دريس الاحابي ودريس الاحابي بين غرهم ناس ومتيجة مره مقيمة إلى أخرين الوليد عمرت فيجه تبتع في المثال الوالد الاشطابة على الأقل تبتع في المثال وكانت يقع على على الحلال انتبعدوا باللي قال اسمعه سوى الرأس تغمس بالحلال وتغمس أخرى